السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الأول المتوسط في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا برنامج محرر النصوص وورد إنشاء جديد فتح ملف حفظ الملف في الفصل الدراسي الثاني قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح أحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية فتح الملفات في برنامج محرر النصوص مايكروسوفت وورد أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يفتح الطالب والطالبة ملف جديد في برنامج محرر النصوص ثانيا أن يفتح الطالب والطالبة ملف موجود مسبقا في برنامج محرر النصوص ثالثا أن يحفظ الطالب والطالبة الملفات في برنامج محرر النصوص أعزاء الطلاب والطالبات هيا نتذكر ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة هيا تذكروا معي في دروسنا السابقة تكلمنا عن التعداد النقطي والتعداد الرقمي في أي برنامج؟ أحسنتم في برنامج محرر النصوص تذكروا شكل أيقونته لونها أزرق لون السماء ولون البحر ما اسم هذا البرنامج؟ رائع Microsoft Word تعلمنا كيف نستطيع أن نضع التعداد النقطي أو التعداد الرقمي لدينا هذه العبارة من أنواع الفاكهة من أنواع الفواكه في المستطير رقم واحد كما رأينا كتبنا البرتقال والتفاح والموز ووضعنا بداية كل فاكهة نقطة إذن قمنا بتعدادها بواسطة النقاط بينما في المستطيل الثاني نفس العبارة من أنواع الفواكه كتبنا أيضا البرتقال والتفاح والموز ولكن وضعنا بداية كل فاكهة أرقاماً قمنا بتعدادها إذن على شكل الأرقام واحد اثنان ثلاثة قلنا يتيح لنا برنامج مايكروسوفت وورد إضافة التعداد النقطي وإضافة التعداد الرقمي كيف ذلك؟ هيا نتذكرها عملياً تذكروها مع أعزاء الطلاب والطالبات من أنواع الفواكه البرتقال والتفاح والموز كيف استطعنا وضع نقاط في بداية كل فاكهة أو وضع أرقام في بداية كل فاكهة الخطوة الأولى هي التحديد نبدأ بواسطة الفأرة نحدد الحبارات والكلمات التي نريد أن نضع بدايتها نقاطاً أو أرقاماً تعلمنا كيفية التحديد بعد ذلك أنتقل هنا إلى أدات أريد أن أضع نقاطاً لاحظوا أريد أن أضاني نقاطاً بداية كل فاكهة لاحظوا تعداد نقاطي أقوم بالنقر على أدات تعداد نقاطي لاحظوا ماذا حصلت حصلنا على نقاط ماذا لو أردتها أرقام أنقر على كما نرى هنا بجوارها تعداد رقمي أو ترقيم قوموا بتهجئتها أعزاء الطلاب والطالبات ترقيم أنقر عليها لاحظوا كيف تحولت النقاط إلى أرقام تدربوا عليها أعزاء الطلاب والطالبات أكثر من مرة تنقلوا بين التعداد النقاطي والتعداد الرقمي حتى تستطيعوا إتقانها هيا نعود لشاشتنا أيضاً تعلمنا القص والنسخ واللصق باستخدام شريط التنسيق أو الفأرة أو لوحة المفاتيح كيف ذلك؟ لدينا كلمة التفاح مفيد نستطيع أن نعيد كتابة هذه الجملة في المستطيل في الأسفل أو نستطيع أن ننقل هذه الجملة نقصها من المستطيل الذي في الأعلى إلى المستطيل الذي في الأسفل بواسطة شريط التنسيق الأدوات الموجودة على شريط التنسيق أو بواسطة الفأرة أو بواسطة لوحة المفاتيح عبر مفتاح X و C و B باستخدام كنترول هيا نتذكر كيف فعلنا ذلك؟ لدينا كما نرى هنا لدينا كلمة البرتقال سأضعها بلون آخر حتى تصبح مميزة سأضعها باللون الأزرق أريد أن أقص هذه الكلمة من الأعلى وأضعها في الأسفل بواسطة شريط التنسيق أنا أريد أن أقص إذن أي أداء أختار؟ قص التي تحمل شكل المقص أنقر على أدات قص كما ترون قص لاحظوا ماذا سيحصل لكلمة البرتقال نقرت على كلمة قص ماذا حصل لكلمة البرتقال؟ اختفت أنا أريد الآن أن أنقلها إلى أسفل أقف في المكان المناسب كما نرى هنا أقف في المكان المناسب في هذا السطر هذا هو مؤشر الكتابة وضعته في هذا السطر بعد ذلك أنقر على لسق لاحظوا كلمة لسق أعيد أو نقلت كلمة البرتقال من الأعلى إلى الأسفل ماذا لو أردت أن أعيد كتابتها مرتين؟ بواسطة الفأرة أولاً الخطوة الأولى أقوم بالتحديد بواسطة المفتاح الأيمان في لوحة المفاتيح أختار كلمة نسخ أنا أريد نسخها مرة ثانية أنقر على كلمة نسخ لاحظوا كلمة البرتقال لم تختفي لأني لم أختار قص بل اخترت نسخ أريد إعادة كتابتها الآن أقف في المكان المناسب بواسطة الفأرة أنقر على القائمة وأختار لسق لاحظوا أعيد كلمة البرتقال بنفس اللون مرة ثانية في أسفلها ماذا لو أرد أن أقص كلمة الموز؟ هذه كلمة الموز سأضعها بلون آخر باللون الأخضر أريد أن أقصها ولكن بواسطة لوحة المفاتيح أريد نقلها من الأعلى إلى الأسفل سأنقر على مفتاح كنترول أنا أضغط على مفتاح كنترول مع حرف الأكس مع بعض ماذا حصل لكلمة الموز؟ اختفت وقصت سأضعها الآن وأنقلها إلى الأسفل بواسطة لوحة المفاتيح سأستخدم كنترول وحرف الفي أحسنتم ماذا حصل لكلمة الموز؟ أحسنتم أعيد كتابتها في الأسفل كما نرى هنا هيا نعود لشاشتنا لدينا أيضا تعلمنا فتح ملف جديد كيف نفتح ملف جديد بواسطة برنامج مايكروسوفت وورد؟ قلنا عند النقر على أيقونة برنامج مايكروسوفت وورد ستظهر قائمة تحتوي على عدة خيارات كما نرى هذه هي أيقونة برنامج مايكروسوفت وورد عندما نقوم بالنقر عليها تظهر لدينا هذه القائمة أنا أريد أن أفتح ملف جديد بواسطة هذا البرنامج ماذا أختار؟ نستطيع فتح ملف جديد عن طريق النقر على أيقونة ماذا؟ تهدؤوا معي هذه الكلمة قوموا بتهجئتها جديد جديد تحمل هذا الرمز وهذا الرمز نستطيع أن نقر عليها فيفتح لنا ملف جديد نستطيع الكتاب فيه على ما نريد إذن نحن نريد أن نقوم بفتح ملف جديد هيا نتذكرها عمليا بواسطة جهاز الحاسب الآلي الذي لدينا أنا أريد أن أفتح ملف جديد كما نرى هنا بواسطة النقر على برنامج وورد نقرنا على برنامج وورد نستطيع أن نفتح ملف جديد بواسطة كلمة هيا قوموا بتهجئتها جديد جديد أنقر على شعار كلمة جديد بعد ذلك مستند فارغ بعد ذلك كما نرى هنا أصبح لدي صفحة بيضاء أستطيع الكتابة بها كما نرى كتبت أرقام إذن أستطيع الكتابة بهذه الصفحة البيضاء إذن تعلمنا كيف نستطيع أن نفتح ملف جديد بواسطة برنامج مايكروسوفت وورد ماذا سنتعلم اليوم؟ سوف نتعلم فتح ملف موجود على جهاز الحاسب الآلي الذي لدينا كيف نستطيع فتح الملف الموجود؟ أيضا عند النقر على إيقونة برنامج مايكروسوفت وورد ستظهر لدينا هذه القائمة مرة ثانية نستطيع من خلال هذه القائمة أن نقر على ماذا؟ على خيار فتح ملف تحمل هذا الشعار إذا نقرنا على خيار فتح ملف نستطيع بعدها أن نختار اسم الملف الذي قمنا بحفظه سابقا فنختار اسم الملف وننقر عليه فيفتح لنا هذا الملف مرة ثانية عند النقر على برنامج أي برنامج؟ أحسنتم مايكروسوفت وورد تذكروا لونه لونه أزرق أحسنتم ستظهر لنا هذه القائمة أنا أريد أن أفتح ملف موجود في جهاز الحاسب لدي أختار كلمة ماذا؟ أحسنتم فتح بعد ذلك أختار الملف اسم الملف الذي قمت بحفظه في جهاز الحاسب الآلي لدي فيفتح لي هذا الملف هيا نقوم بتطبيقها عمليا لدي هنا برنامج مايكروسوفت وورد أقوم كما نرى هنا بالنقر على برنامج مايكروسوفت وورد بعد ذلك أختار خيار ماذا؟ جديد أم فتح؟ فتح أحسنتم لماذا اخترت خيار فتح؟ لأن الملف موجود في جهاز الحاسب لدي بعد ذلك أختار أنواع الفاكهة أو أنواع الفواكهة أنا أبحث عن ملف أنواع الفواكه أقوم بالنقر عليه فيفتح لي الملف الموجود سابقا مرة ثانية عند النقر على برنامج مايكروسوفت وورد بعد ذلك لدي أختار ماذا؟ أختار كلمة فتح أنا أريد أن أختار مستند أو ملف قمت بالكتابة فيه وتخزينه في برنامج في الحاسب الآلي باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد سأختار ملف فوائد الفاكهة أنقر عليه لاحظوا فتح هذا الملف الذي قمت بحفظه في برنامج مايكروسوفت وورد تعلموا على ذلك أعزاء الطلاب والطالبات أكثر من مرة حتى تستطيعوا إتقانها لدينا الآن نشاط صغير صل بين الأداء ووظيفتها أداء تفتح ما هي وظيفتها؟ فتح ملف جديد أو فتح ملف موجود على جهاز الحاسب؟ أحسنتم فتح ملف موجود على جهاز الحاسب ماذا عن الأداء الثانية؟ أحسنتم هي تخص فتح ملف جديد في برنامج مايكروسوفت وورد لدينا الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح، مساعدتهم على حل الأنشطة، تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته